موسيقى نظمت جمعية شد الرحال فعالية تضامنية في إطار نشاطاتها تضامنية مع المرابطين في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وأقام المشاركون في الفعالية بأداء صلاة الجمعة في منطقة البحر الميت بمنطقة مطلة على فلسطين المحتلة ونظم المشاركون مهرجانا خطابيا في منطقة الشونة شددوا فيه على ضرورة تمسك بحق العودة والتأكيد على أن مدينة القدس المحتلة حق للفلسطينيين محذرين من عمليات التهويد الواسعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال كما دعا المشاركون إلى زرع حب المدينة وقدسيتها في ذاكرة الأجيال القادمة نأمل أن تكون سابقة من المقدسة جئنا لنشد الرحال إلى القدس ووصلنا إلى أقرب نقطة في المملكة الأردنية الهاشمية هنا في الغور من أجل إكمال المسيرة ووصل لنا صلاة الجمعة والهدف البوصلة متجهة نحو الأقصى ونحو القدس إن لم نستمر في مثل هذه الفعاليات في التحريك وهذا يكون بشكل موازي للأدوار الرسمية المناطة بالجهات الرسمية هناك هنا نحن نقوم على مستوى الحراك الشعبي لنهيئ الناس أن الأقصى في خطر وأن لها حق علينا وما يمكن أن نقوم به هو استمرارية الحجد المسلم والمسيحي لا يستطيع الوصول إلى القدس بدون عرقلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي فاليوم من خلال مؤتمر القدس وشد الرحال أتينا إلى المنطقة التي أدينا فيها صلاة الجمعة طبعا وجهتنا كانت الأقصى ونؤدي صلاة الجمعة هناك ولكن للظروف الموجودة طبعا أغلبية أو الجميع لا يستطيع الوصول إلى القدس فنحن نريد من هذه الرحلة أن تكون هناك رحلات أسبوعية إلى أقرب منطقة قريبة إلى القدس بحيث أنه يكون هناك مطلب